لتدمير فلسطين وشعبها قصة فشل العالم في وضع حد لذلك لم أتي هنا للتحدث عن السياسات التي تعرفونها جميعا وتدينونها إنما أنا هنا لأطلق جرس إنذار لنا جميعا بأن هذه المأساة التي ما فتأت تتكشف كتبت منذ زمن بعيد وكافة المؤشرات كانت قائمة ومع ذلك لم تتخذ أي خطوات لمعالجة هذا التهديد الوجودي الذي نواجه لقد حان الوقت لكثر دائرة المحرمات محرمة إفلات إسرائيل من الأقرب وأقولها بشكل جلي وواضح ما من أسلحة لقتلنا ما من أموال لاستعمارنا ما من تجارة لنهبنا فكل دولة عليها مسؤولية البدء من هذه النقطة لتضمن أن حكومتها وهيئاتها وشركاتها ومواطنيها لا يسهم بأي شكل كان من جديد في جرائم إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني اسمحوا لي أن أثني على كافة الدول التي دعمت الحقوق الفلسطينية ودعمت شعبنا وحكومتنا وقدمت الإغاثة الإنسانية واتخذت الخطوات القانونية واعتمدت تدابير الملموسة بغية وضع حد لهذه الجرائم اعتمدت الجزاءات ضد المستوطنات والعنف والمستوطنين المتطرفين والبلدان التي اعترفت بدولة فلسطين ودعمت عضويتها في الأمم المتحدة وبالنسبة لمن لم يقم بذلك بعد أحثكم على اتخاذ الخطوة السليمة والاعتراف بدولة فلسطين كاستثمار في السلام وصون حل الدولتين ولكننا نحتاج لأكثر من ذلك لتقييد الحكومة الإسرائيلية والتي في الوقت التي تساعدوننا فيه على البناء تدمرها في الوقت الذي تمولون أنتم تسرقنا في الوقت الذي تعززون فيه حقوق فلسطين واستقلالها تحرمنا من حقوقنا وتعمل على تدمير وطننا وأيضا تدمير حل الدولتين وتدمير أي فرصة للسلام أي إرادة أقوى إرادة المتطرفين في إسرائيل أم إرادة صناع السلام من حول العالم المتطرفون الإسرائيليون في السلطة على استعداد للقيام بأي مكان لتدمير السلام هل أنتم على استعداد للقيام بكل ما هو واجب لإنقاذ السلام سنطلع بدورنا كما كان الحال في أحلك الظروف بالتزام قوي صلب نحو سيادة القانون الدولي إلا أن الطرف الذي ينتهك القانون كل يوم يجب أن يخضع للمسائلة تعتمد القوانين لضمان العدالة وما من عدالة بدون إنفاذ للقانون لا يمكن أن تكون أحد الأطراف تعمل بمسؤولية في الوقت الذي يفلت فيه الطرف الآخر من العقاب وتتوقعون مخرجات مختلفة لا سيما في ظل هذا الوضع المؤسف الذي نواجه تدحر الحكومة الإسرائيلية أي تدبير يتخذ لدعم الحرية ولضمان السلام والأمن المتشاطرين للفلسطينيين والإسرائيليين على قدم المسواة يعتمدون تدابير عقبية ضدنا وضدكم فقد قالوا بكل صراحة ذلك وأعلنوا أمام العالم أجمع أنه كرد فعل لإجراءاتنا وإجراءاتكم المرسخة في القانون الدولي والرامية إلى إعلائه سيرتكبون جرائم جديدة أعلنوا على العلن أنهم سيواصلوا الاستيطان في الضفة الغربية بما في ذلك القدس الشرقية وأنهم سيقومون بانتهاك الوضع الراهن القانوني والتاريخي ويواصلون هجماتهم ضد مقدسات الأماكن المقدسة وسيقوموا بحجب الإرادات الخاصة بالضرائب الفلسطينية أعلنوا ذلك بلا خجل وبدون حرج من القانون لأنهم على ثقة أن الإفلات من العقاب سيستمر تلك هي غطرصة الأصوليين غطرصة المستعمرين فهم يهاجمون أقرب الحلفاء وكأنهم أعداء لمجرد انتقادهم للسياسات الإسرائيلية ولا يترددون حينما يقومون بالهجوم عليكم جميعا وإهانتكم وقد استمعتم إلى ذلك بسرعة ومرارا وتكرارا في هذه القاعة في الجمعية العامة مما يعني أن النقد غير كاف فهم يحتاجون إلى تبعات السيد الرئيس اسمحوا لي أن أتحدث أتحدث عن من لا يذكرون إلا في نهاية هذا التقرير وقل ما ما يذكرون في هذه القاعة فهم يعيشون في معاناتهم ومأساتهم المروعة وكأنهم لا يستحقون الاعتراف والاحترام إنسانيتهم وحقوقهم نحن أمة سجناء ففي واقع الأمر ما من أسرة فلسطينية واحدة ليست لديها سجين أو سجناء في سجون الاحتلال الإسرائيلي يعانون بالفعل من التوقيف القصري والتعذيب وسوء المعاملة والاستغلال الجنسي والعنف حتى قبل السابع من تشين الأول أكتوبر بزمن بعيد ومنذ ذلك الحين يعيشون في جحيم مستعر نحن أمة مليون فلسطيني سجين الألاف من الفلسطينيين تعرضوا للاختطاف والتعذيب والقتل في الاحتجاز الكثير منهم تقطعت أوصارهم بسبب سوء المعاملة مات فلسطينيون في الاحتجاز الإسرائيلي بأربعة أمثال من قتلوا في سجون جوانتانامو خلال العشرين عاما الماضي من مقارنة بثمانية أشهر فحسب وقد قتل مئات الفلسطينيين في الاحتجاز الإسرائيلي إذن خلال ثمانية أشهر فقط مات أربعة أمثال من ماتوا في سجون جوانتانا معنى مداري عشرين عاما إذن الاختطاف والتعذيب والاختفاء القصري واستخدام السجناء كدروع بشرية وارتكاب العنف الجنسي ضد الرجال والنساء والأطفال نعم الأطفال هل كل ذلك لا يستحق الغضب إذا ما كانت الضحية فلسطينية؟